مجدداً تأكيد غربي على أن الانتقال السياسي السلمي بموجب القرارات الأممية هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا وهذه المرة خلال مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم سوريا والمنطقة الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل القائمة بأعمال نائب الأمين العام للقضايا الاقتصادية والعالمية في دائرة العمل الخارجي الأوروبية بيلين كاربونيل قالت في كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالانتقال السياسي في سوريا برعاية أممية انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وأضافت كاربونيل أنه لن يكون هناك تطبيع مع النظام السوري أو رفع للعقوبات عنه أو إعادة إعمار لسوريا في ظل غياب الحل السياسي مشيرة إلى أن مؤتمر بروكسل الثامن يبقى داعماً أساسياً لتوفير محفل لمساعدة السوريين والمجتمعات المضيفة لهم وبحسب بيلين كاربونيل فإن ملف المفقودين في سوريا يشكل أولوية للعمل الأوروبي لافتة أن الاتحاد الأوروبي يدعم المؤسسة المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الكشف عن مصير المفقودين في سوريا ونوهت المسؤولة الأوروبية إلى أن المؤتمر ناقش عدة جوانب على رأسها تنفيذ القرار الأممي 2254 وقضية المفقودين في سوريا والحاجة إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفعالية المساعدات الإنسانية وتمكين الشباب من الوصول إلى التعليم وسبل تعزيز الخدمات الأساسية بدوره اعتبر المبعوث الألماني إلى سوريا اشتيفان شينيكا في مداخلة له خلال المؤتمر إن جوهر الاختلاف في سوريا هو عدم تقديم الحكومة السورية تنازلات لإيجاد حل للأزمة مؤكداً دعم ألمانيا للعملية السياسية بسوريا ولمنهجية خطوة بخطوة لحل الأزمة من جانبه قال المبعوث الهولندي إلى سوريا جيكس جيرلاك إنه لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي والدائم في سوريا إلا عندما تنتهي ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات مضيفاً أن معرفة الحقيقة بشأن المقتطفين في سوريا أمر ضروري للضحايا والناجين ومطالباً بالوقت نفسه بضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والإعدامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر